أهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من التاسع وكل سنة وحضراتكم طيبين والبداية دايما من الأوضاع في غزة وأهلينا في القطاع اللي بيعيشوا من أكتر من ستة شهور في أوضاع إنسانية مأساوية وغير مسبوقة جراء العدوان المستمر عليهم وفي الإطار ده مصر ما زالت مصرة على بزل أقصى الجهد في إصال المساعدات الإنسانية لأهلينا في قطاع غزة مش بس إصالها لا كمان زيادة حجم المساعدات دي يمكن الحد اللي فات تابعنا مع حضراتكم تصريح الهيئة العامة لاستعلامات على لسان الأستاذ ديارة شوان رئيس الهيئة واللي أكد فيه إن وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم زيادة الحجم المساعدات اللي دخلها للقطاع لأكتر من 300 شاحنة في اليوم وبالفعل مبارح لقينا إن فيه أول أيام العيد دخل 314 شاحنة مساعدات غاسية لغزة